اشتركوا في القناة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المستمعين حياكم الله معانا في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج يومي من الأحد إلى الخميس يتيكم من العاشرة حتى الحادية عشر وهو برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالمشاركة مع مستشفى الزهراء ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها نطرح في هذا البرنامج مختلف الموضوعات الطبية والحيوية التي تشغل بال الجميع فصباحكم إن شاء الله ملي بالإيجابية والتفاؤل وهذه أجمل التحيات مني محدثكم محمود يوسف العلي ومن طاقة من الإعداد في هيئة الصحة بدبي فريق قسم الإعلام وأيضا هذه تحيات مخرجنا خالد محمد وفي التنسيق معنا لخط أشواق مسعد عموما مستمعينا في هذا الصباح مثل ما عودناكم دائما في كل حلقة نبدأ معكم مطالعة بعض الصحف ووكالات الأنباء ما ورد فيها من أخبار والتي اخترنا من بينها ورشة عمل تعرف بالمعايير الموحدة للتراخيص الطبية تفاصيل الخبر نظمت هيئة الصحة بدبي الأسبوع الماضي ورشة عمل لتعريف القطاع الطبي الخاص بالمعايير الموحدة للتراخيص الطبية بحضور أكثر من 150 مشاركا من مختلف المنشآت الصحية في القطاعين الطبي والحكومي وأكدت الدكتورة ليلى المرزوقي مدير إدارة التنظيم الصحي بهية الصحة بدبي أكدت أهمية هذه الورشة الهادفة إلى تبادل الأفكار والأراء والاقتراحات المتعلقة بمعايير التراخيص الطبية التي تم اعتمادها من الجهات التنظيمية الثلاث في الدولة والمتمثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئتي الصحة في دبي وأبو ضبي وتطبيقها منذ عام 2014 وأوضحت أن الورشة تضمنت العديد من الأسئلة والمناقشات والرد على أسئلة واستفسارات المشاركين المتعلقة بمعايير التراخيص الطبية وتوحيدها على مستوى الدولة في خبر آخر اكتشاف دواء جديد لعلاج الالتهاب الكبدي أظهرت دراسات قام بها العلماء أن الدواء المستعمل في عمليات عادة زرع الآضاء يمكن أن يستخدم في علاج الالتهاب الكبدي المزمني ويستعمل دواء طبعا دواء وائد اسمه صعب بس مختصره اللي هو موفيتل بعد عمليات زرع الكبد والقلب والكيلة إذا ما امتنعت هذه الأعضاء عن الاستجابة توصل العلماء إلى أن هذا الدواء ربما يكون قادر على معالجة مرضى الالتهاب الكبد المزمن ليحل محل استيرويد الدواء المستخدم حاليا في العلاج وبعد دراسات أجراها العلماء المتطوعين تبين أن 94% من المرضى شعروا باستجابة كاملة للدواء بعد ثلاثة أشهر من العلاج كما أن 78% من أصل 109% متطوع شعروا بتحسن خلال فترة العلاج كما لوحظ وفرت منشط استيرويد في الجسم 61% من أصل 78% من المرضى يعد التهاب الكبد الفيروسي جي من أسباب التهاب الكبد المزمن المهمة وهو ليست له أعراض في المراحل الأولى من الإصابة التي تمر عادة دون أن يعرف المصاب بحدوثها لأنه لا يتسبب أو لا يسبب التهاب حاد في الكبد وهذا الفيروس تم اكتشافه طبعا عام 1992 طيب من بين الأخبار الثانية اللي ما أخذكم فيها يعني خبر يقول قلة الحركة تسبب ضمور وشيخوخة المخ خلوا صباحته من جامعة بوستن الأمريكية إلى وجود علاقة وثيقة بين معدل ممارسة الرياضة في الأربعينيات من العمر وشيخوخة المخ في سنوات العمر المتقدم من المعروف أن القدرات الجسدية والذهنية للإنسان تتراجع مع التقدم في العمر وهو الأمر الذي ينطبق على المخ أيضا وترتبط شيخوخة المخ بعوامل عدة من أهمها الحركة ووفقا للدراسة التي نشرت نتائجها أو نشرت نتائجها دورية نيورولوجي الطبية المتخصصة فإن عدم ممارسة الرياضة وقلة النشاط الحركي لسيما في العقد الخامس من العمر يسرع من عجز المخ ويظهر هذا التأثير بعد سنوات طويلة في الوقت نفسه يساعد على الحرص على الرياضة في هذا العمر على الاحتفاظ بالقدرات الذهنية للمخ في سنوات العمر المتقدم وتقول نيكول سبارتانو إحدى القائمات على الدراسة أن المصابين بأمراض القلب أو المعرضين لخلل في وظائفه هم أكثر الفئات احتياجا للرياضة في السنوات في سنوات الشباب لوقاية المخ من الشيخوخة السريعة مع تقدم العمر هني أتذكر أحياني وما مر النادي فيه ما شاء الله شخص يعني أعتقد عمره فوق الـ 65 سنة أي التمرين ومعه يعني مساعد عنده واحد من الجنسية الآسيوية فتحصل على الجهاز هذاك يرفع إلى الجهاز ويسوي الرياضة ويخليه أقول لي في خاطري يعني حتى أحيانا يعني أستاذنه وأصوره وطرشه حق الشباب أقوله أنتم ما تستحون على ويوهكم شوفوا هذا الشخص كيف أنه محافظ على الرياضة وقاعد إيه وأنتم يالسين ما بين ضرب عيوش ويالسة ميالس تعالوا لعبوا 35 دقيقة رياضة عموما خلنا نرجع حق الدراسة يقول بدأت الدراسة بتقييم اللياقة البدنية لدى 1094 شخص في الأربعينيات من العمر لا يعانون من أمراض القلب أو الزهايمر وتزامن التقييم مع فحص بالأشعة لمخ المشاركين في الدراسة بعد نحو 20 عام أعاد الباحثون التقييم نفسه وأيضا أشعة المخ ووفقا للنتائج فإن المشاركين في الدراسة الذين كانوا أقل ممارسة للرياضة في الأربعينيات من العمر تراجع لديهم حجم المخ تراجع لديهم حجم المخ وبدأ بالضمور ولاحظوا هذا الضمور بشكل واضح بعد نحو عقدين من الزمان الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على القدرات الذهنية والعقلية بصورة طبيعية لدى بعض المصابين يمكن في حوار مع أحد الأطباء كان يقول لي أهم فترة من فترات العمر اللي الواحد ممكن يعيش فيها شيخوخة سليمة وصحية هي فترة الأربعين ما بين الأربعين للخمسين يعني إذا ما ظهرت عنده مشاكل صحية ما ظهرت عنده بعض الأمور هذه اللي ممكن تأثر على صحته ممكن تسبب له أو إذا ظهرت ممكن تسبب له مشاكل في شيخوخة وإذا ما ظهرت يعيش يعني يعطينا مؤشر أنه بتكون شيخوخة صحية وبعده مثل ما يقولون الشباب شباب القلب وبما أن الشباب شباب القلب خلونا نطلع هذا الفاصل ونرجع لكم مع موضوع شيخ أتمنى مداخلاتكم في هذا الموضوع لأنه أعتقد أنه بيهم الجميع فاصل ونرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي مستمعين يعني البارحة كنا تحدثنا عن هذا الخبر الخاص باعتماد رسوم وغرامات الضمان الصحي في دبي حيث أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم 7 لسنة 2016 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في إمارة دبي تنفيذا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي وتأكيد وضعها موضع التنفيذ طبعا البارحة وعدكم أني أنا بأخذ هذا الموضوع بالتفصيل يعني يسعدني أن يكون معنا دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي لكي نسلط الضوء أكثر على هذا القرار ما تضمنه من تفاصيل وأيضا يعطينا مجموعة الاستفسارات الخاصة بمجموعة الاستفسارات الخاصة حول هذا القرار حياك الله معنا دكتور يا مرحبا أخوي محمود دكتور القرار في العديد من البنود وهو جاء يعني تنفيذ دي قرار المجلس اللي كان في أو القانون اللي كان رقم 11 سنة 2013 الآن خلنا نتحدث عن أهمية هذا القرار وتوقيت صدوره بمثل هذا الوقت وهل هناك يعني علاقة ما بين هذا التوقيت ونحن كلنا نعرف أن مشروع ضمان الصحي قريب من الانتهاء إن شاء الله في شهر غسطس على حسب ما خبرتونا ما دل إذا ماشينا على الجديو البعث كم إلا لا بس نبغي نتعرف على هذا القرار اللي صدر البارح طبعا الحقيقة نحن نشيد بقرار سمو الشيخ حمدان محمد براس المكتوم لتنظيم الأمور المتعلقة بضمان الصحي في إمارة أدبي الحقيقة القرار فيه له جزئيتين الجزئية الأولى هي رسوم الترخيص بالنسبة لشركات تأمين شركات إدارة المطالبات شركات الوساطة التأمينية وقدمي الخدمات الصحية لتعامل بمنظمة ضمان الصحي في إمارة أدبي الجزء الثاني اللي هو طبعا أكثر أهمية بالنسبة للمستفيدين هي عملية الغرامات المتعلقة بقانون الضمان الصحي اليوم الحقيقة كأي قانون رقابي متعلق بقانون رئيسي مثل قانون الضمان الصحي لإمارة أدبي القانون ينظم العلاقة ما بين الأطراف الثلاثة للمنظومة التأمينية في إمارة أدبي الأطراف الثلاثة للمنظومة التأمينية في إمارة أدبي هم طبعا بالدرجة الأولى المستفيد من الخدمة اللي هو الأفراد المؤمنين سواء مريض أو غير مريض الشخص المؤمن عليه طبعا مقدم الخدمة الصحية سواء كان مستشفى عيادة مركز تخصصي مركز فحوصات جميع هاي اللي يعتبرون ويدخلون تحت بند مقدم الخدمة الصحية ومقدم التقطية التأمينية اللي هي عبارة عن شركة التأمين ومن يمثلها مثل شركة إدارة المطالبات أو شركة الوساطة التأمينية الأطراف الثلاثة هاي اللي هم الأطراف أصحاب العلاقة في المنظومة التأمينية في أي منظومة تأمينية صحية بشكل عام وبشكل خاص طبعا في إمارة التدبي حفظ حقوق الأطراف المتعلقين بمنظومة ضمان الصحي هو دور القانون هذا بتلاحظن في مجموعة من الغرامات ممكن تكون على الأفراد مجموعة أخرى من الغرامات ممكن تكون على شركات التأمين مجموعة أخرى من الغرامات تكون على المستشفيات والعيادات وضعت هذه الغرامات الحقيقة لحفظ حقوق جميع الأفراد لضمان ما يلي أولا أن المريض اللي هو المستفيد من الخدمة الصحية يحصل على حقوقه كاملة حسب وثيقة الضمان الصحي إذا المريض حاول أنه بشكل ما يتلاعب ويحصل على حقوق أكثر من حقوقه فالقانون يجرمه لأن هذا يعتبر سوء استغلال للموارد الصحية سواء كان برنامج تأمين حكومي أو برنامج تأمين خاص سواء كان تدفع للحكومة مثل برنامج سعادة أو برنامج عناية أو برنامج مع شركة تأمين خاصة التلاعب في جميع الحالات مش مقبول الهدف أن التأمين الصحي بآلية التأمين الصحي يحصل المريض على حقوقه حسب بوليسة التأمين مش أكثر ولا أقل إذا حاولت شركة التأمين أنها تقلل من الحقوق المذكورة للشخص في بوليسة التأمين مغطأ لخدمة معينة وفعلا يحتاج الخدمة صحيا امتنعت شركة التأمين عن تقديم الخدمة لك كذلك القانون يجرمها ويضع عليها الغرامات والعقوبات المطلوبة نفس الطريقة بالنسبة لمقدم الخدمة الصحية اللي هي المستشفى أو العيادة إذا كان بطريقة ما قاعد يحاول يحصل على أكثر من حقوقه القانونية فمثلا يضع للمريض أو يفرض على المريض بعض الفحوصات المش مطلوبة أو العلاجات المش مطلوبة القانون يجرمه إذا كذلك بشكل أو آخر أخل بحقوق المريض وقلل من علاجه القانون كذلك يجرمه نفس الطريقة بالنسبة لشركة التأمين فيحفظ القانون حقوق جميع الأفراد المتعلقين بمنظومة الضمان الصحي في إمارة دبي ويتأكد من حسن تطبيق قانون الضمان الصحي في الإمارة ممكن ناخذ معاك أمثلة من اللوايح الموجودة قبل ناخذ هذه الأمثلة الدكتور القانون الآن فرض لكي يحفظ حقوق جميع الأطراف المتعلقة لكن من هي الجهات المسؤولة عن تطبيق هذا القانون وهذا القرار نعم طبعا بدرجة الأولى الجهة الرئيسية المسؤولة عن تطبيق القانون هذا هي هيئة الصحة في دبي بالنسبة لجميع البنود المتعلقة بالقانون وفي بعض البنود اللي هي تتعلق بمقدمي الخدمات الصحية في مدينة دبي الطبية تكون مدينة دبي الطبية هي المسؤولة عن تطبيقه بخصوص مقدمي الخدمات الموجودين في مدينة دبي الصحية ضمن حرم المدينة ضمن المدينة لكن الجزء المتعلق بالأفراد والجزء المتعلق بشركات التأمين والجزء المتعلق بمقدمي الخدمات الصحية داخل إمارة دبي مع عدم مدينة دبي طبية تكون هيئة الصحبة دبي جميل شو الأمثلة لك أنت بتعطيني يا أهدف نعم بناخذ يمكن واحد من أهم الأمثلة اليوم بالنسبة لأفراد المجتمع اللي هو المادة رقم 6 من جدول المخالفات والغرامات عدم قيام صاحب العمل أو الكفيل بالاشتراك عن الأشخاص المكلف بإشراكهم في أضمان الصحي أو بإشراكهم بأقل من التغطية الأساسية وفي الموعد الذي تحدده الحكومة بهذا الشأن هذا مثل ما تفضلت أنت طبعا كان عندنا تطبيق القانون على ثلاث مراحل كانت المرحلة الأولى للشركات اللي هي أكثر من ألف موظف المرحلة الثانية كانت الشركات اللي هي أكثر من أمية موظف والحين قادمين للمرحلة الثالثة بمنتصف العام 2016 إن شاء الله تعالى وهي بالنسبة للشركات الصغيرة اللي يقل عدد موظفيها عن أمية موظف بالإضافة إلى عمالة المنازل وكذلك أفراد أسرة المقيم فطبعا قرب الإتمام من تطبيق قانون ضمان الصحي في الإمارة كذلك تصدر المخالفة هاي المخالفة كبيرة شوية ويمكن أكبر من الباقة الأساسية بكثير يعني المخالفة هي 500 درهم عن كل شهر تأخير لكل فرد عن كل شهر عن كل شهر يعني اليوم أنا إذا صاحب عمل وعندي مثلا شركة صغيرة وعندي فلنفرض خمس موظفين إذا تأخرت عن كل موظف عن كل شهر راح أدفع 500 درهم تكلفة الباقة الأساسية وصلت للسنة هاي في 2016 من الشركات اللي تقدم الباقة الأساسية في إمارة دبي تتراوح ما بين 560 درهم إلى 650 درهم للباقة في السنة هاي بلنا نراجع نحن حين سويناهم تأمين ولا لا هاي يعني كثير الحالات الحقيقة اللي تورد لنا يمكن كان واحد من اللقوان فترة جريبة الحقيقة يمكن عن جهة الدكتورة وأنه ما يعرف بالتأكيد بالتأكيد عند خادمة في البيت والخادمة صار لها في عدد من السنين واحتياجات بسيطة مثلا شوي تكحى شوي تزجام فما يتوقع الإنسان أن لا سمح الله في أي لحظة من اللحظات ممكن يكون له احتياج كبير فجأة الخادمة تعبت ودوها إلى مستشفى خاص ادهورت حالتها دخلت في حالة نومونيا اللي هو التهاب مزمن وشديد في الرئة دخلت إلى العناية الحرجة وصلت فاتورتها إلى خمسين ألف درهم قلت شو سوي أنا يعني الخادمة مراتبة مثلا ألف درهم أنا كيف أقدر أدفع الحين خمسين ألف درهم العلاج قلنا له أريدي الحكومة توفر لك اختيارات تقدر تشتري لها باقي التأمين تطلع من حوالي خمسمية وستين درهم إلى ستمية وخمسين درهم تغطي احتياجاتها الصحية في السنة كاملة والتأمين هذا يغطي عنك أكثر من ثمانين بالمئة من جيمة العلاج وفي كاب يعني مجرد ما توصل المشاركة في التأمين إلى خمسمية درهم بالنسبة للعلاج داخل المستشفى تتوقف أنت شركة التأمين تدفع الباجي يعني بدل ما كتبها تدفع خمسين ألف درهم علاج كتبها توصل خمسمية درهم والتأمين يتحمل الباجي العلاج التأمين الحقيقة وضع لحماية الأفراد نفسهم يمكن الشخص أحيانا يستثقل أن يشتريها الباقة بستمية أو سبعمية أو ألف درهم ويقول والله كثيرة لكن هاي موضوع لحماية الفرد نفسه طبعا المستفيد وكذلك صاحب العمل مو بالمبلغ كبير دكتور إذا تحطى إلى خمسمية وستمية درهم بالنسبة للعمالة في المنزلية الباقة التأمينية الحقيقة يمكن هاي من أكثر المبالغ تنافسية في أي منظومة ضمان صحي سواء في المنطقة أو خارجه يعني تم تصميم الباقة الأساسية بحيث أنها تعمل توازن ما بين شيئين ضروريين الشيء الأول هو تأثيرها على الاقتصاد بالنسبة لصاحب العمل بالنسبة لمثلا رب الأسرة تأثيرها قليل في نفس الوقت كمية الخدمات اللي تغطيها وتعمل حماية للشخص المستفيد من الباقة هاي والتأكد من أن الباقة تلبي جميع احتياجات الصحية الأساسية طيب دكتور الآن ما أدري صحح للمعلومة إذا كنت أنا غلطان ولا لا هناك نوع من التواصل المباشر مع الشركاء المعنيين عندنا في موضوع التجديد الإقامة أو غيرها صحيح يتنفرض أن يجب أن يكون هناك باقة تأمينية للموظف أو للعامل عندك بالتأكيد إحدى نقاط التحقق من تطبيق القانون هي الإقامة وشؤون الأجانب عند تقديم الطلب لأي إقامة جديدة أو تجديد لأي إقامة لا يتم استكمال الإجراءات إلا في حال وجود شهادة تأمين صحي تدخل مع البيانات المطلوبة يعني مثلا من ضمن البيانات طلب بطاقة الهوية من ضمن مثلا الفحص الطبي بالنسبة للأشخاص المرة الأولى كذلك الحين شهادة التأمين الصحي من ضمن البيانات المطلوبة لإكمال إجراءات الإقامة بالنسبة لأي إقامة يديد أو تجديد واللي ما عندهم تجديد عندهم الخدم في البيت وكذا شو ننصحهم يسوهم بعدهم ما عملوا لهما؟ والله إحنا ننصح الجميع أن يبدأ بشراء البقات هذه طبعا مثل ما تفضلت الإطار الزمني هو نهاية شهر 6-2016 لكن الحقيقة وجود التأمين الصحي هو حماية للأفراد يمكن نذكر كلنا من عدة سنوات لما أصبح عملية تأمين السيارات شيء الزامي في البداية كثير من الناس يمكن كانوا مستغربين الموضوع هذا وكيف وأنا ما بأمن وكذا لكن مع الزامية تأمين السيارات اليوم صار في حماية كبيرة لأفراد المجتمع كذلك التأمين الصحي هي أحد أساسيات الحياة وأحد الحقوق المبدئية لأي شخص مقيم طبعا في إمارة دبي وهذا شيء يكفل له القانون وبالتالي صراحة نطلب من الأخوان جميعا المبادرة بشراء التأمين الصحي للعمالة عندهم سواء كان في شركاتهم أو في المنازل حتى قبل ما يحين الموعد الرسمي لذلك جميل دكتور حيدر أنا بتواصل معاك وبفتح المجال كذلك لأستاذ المستمعين اللي حاب يتصل فينا يستفسر عن موضوع التأمين والقانون اليديد عنده أي مداخلات ممكن أن المجال مفتوح جدامكم أعزائي المستمعين من خلال الرسالة النصية على أربعة صفر صفر ستة أو من خلال الاتصال على الرقم ستة صفر 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 أحد أربعة فاصل وما نرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في هذا الجزء الأخير من برنامج صحة وسعادة والذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي أنا أتكلم بسرعة على أساس أني أعطي الموضوع حقه وأحاول قدر الإمكان أني أنا أخذ المداخلات اللي بتينه يا جماعة الخير حولوا للمكالمات لكن رجاءً من المستمعين اختصروا لي قدر الإمكان لأنه في وايد نقاط أتهمكم لازم نتطرق لها أول مكالمة معنا محمد يا هلا محمد تفضل السلام عليكم يا هلا تفضل أول شي الله يزيكم الخير على الطرح الممتاز يعني بس عندي استثار الله يخليك أنا عندي هلا إقامات أولادي بيخلصوا بشهر تسعة هل لازم من هلا أني يعمل لهم هذا التأمين الصحي الباقة وتشمل لهم أي الباقة ولا لا واضح شكراً يا محمد شكراً خلنا نأخذ من جوعة الصلاة دكتور وما نرد عليهم من معانا ألو يا هلا تفضل عرفني بسمك وعطني المداخلة معك أحمد محمد أحمد فضل آآ بس عندي استثار بخصوص فئة كبار السن يعني عندي الوالدة آآ آآ عمرها فوق السبعين آآ ويقامتها علي فآآ الله يسمن بس بغيت أسأل أنه آآ آآ بالعادة الشركات تطلب مبارك كبيرة على هاي الفئة آآ فهل آآ شو مساحي شريحة يعني في هل في آآ بابة معينة لهاي الفئة وآآ أي شركات تقدمها على أساس آآ آآ نعملها لتأمين جميل جميل واضح شكراً جزيلاً شكراً آآ آخر اتصال ما نأخذه وما نرد عليهم بعدين ما نطرخ للمواضيع اللي موجودة عندنا تفضل ألو ألو بسلطان سلام عليك خي يا هلا تفضل بسلطان الله يحييك آآ أستاذي بالنسبة موضوع التأمين نعم أنا عندي كفكرة يعني يعني ما بالنسبة للزامية التطبيقات تكون على مراحل يعني كمرحلة أولى نخليها على أصحاب الوظائف المهنية جميل طيب أنا بقول لك شيء بسلطان نحن نحن وصلنا للمرحلة الأخيرة للموضوع يعني نحن آآ مشينا في مراحل من 2013 آآ 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 فنوصل للمرحلة الأخيرة إن شاء الله سلام أنا بس مدخلت قرائيسية تعلم لك في موضوع خدم المنازل في موضوع خدم المنازل ما تكون الزامية تكون اختيارية لأنه أساساً نحن خدم المنازل تلقايا نحن نعالجهم لكن عملية أنك تلزمنا راح يتحملها الكفيل والإضافة عنك رسوم المكتب رسوم الاستخدام فطار تكاليف زيادة عبار زيادة على المواضيع واضح بسلطان إزاك الله خير طيب دكتور على السريع ناخذ الإجابات محمد كان يتحدث عن إقامات أولاده بتنتي بعد شهر التسعة هو مثل ما ذكرتنا حقيقة عملية التحقق من التأمين الصحي عند تجديد الأقامة هي فقط مثل ما نسميها هو التزام القانوني أنه من نهاية شهر ستة الفين وستة عشر يكون أمن عياله يعني إذا بيروح شهر تسعة يجدد الأقامة وهو صار عنده من شهر ستة سبع ثمانية ثلاثة شهور مش أوردي هم مثلا موجودين في الدولة وعندهم إقامة سارية فهو راح يحاسب على ثلاثة شهور اللي هما أمنهم عليها هذا بس مبالحينة بعد ما ننتهي من المرحلة حالي نعم بالضربة فهو التزام القانوني أن أفطفاله يكون عندهم التأمين من شهر ستة الفين وستة عشر عملية الإقامة هي فقط مناسبة للتحقق من وجود التأمين الصحي بالضبط وإذا تأخر عليه غرامة هذا في المستقبل بيكون فيه عليه غرامة صحيح حتى على أولاده حتى على أولاده لأن القانون اليوم قانون وضمان الصحي في إمارة البي يلزم يا صاحب العمل إذا كان هو الشخص المسؤول أو الكفيل بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم صاحب عمل هو الشخص المسؤول وبالتالي هو التزام القانوني أنه يوفر التأمين لأولاده يعني القانون يلزم أنه يحمي نفسه من لا سمح الله الحاجة نتيجة العلاج الطبي الواحد ما يعف شو ممكن استويل نعم بالضبط مثل ما ذكر الأخ من شوي كيف تلزمنا مثلا بالنسبة للخدم أنا كذا بغير أنتقل على أبو سلطان بعدين برجح حق أحمد أبو سلطان كان يتكلم إذا تابعنا من البداية نحن تحدثنا في هذا الموضوع تحدثنا في الموضوع هذا الهدف من التأمين الصحي الحماية يعني الخمسمية أو ستمية درهم اللي بيتفح الشاص لكل خادم أو خادمة تعتبر مبلغ يعني رمزي جدا مقارنة بأي تكلفة علاج صحي مثلا عملية أي شيء من هالقبيل فهو يقول إحنا كنا نعالجهم بس لو لا سمح الله اليوم محتاج الخادم أو الخادمة إلى عملية بعشرين ثلاثين ألف درهم هني اللي فعلا يتأثر المواطن هو ينظر مش المثلا الخمسمية أو خمسمية وخمسين اللي هي تكلفة التأمين بالنسبة له كذلك هذا حق قانوني اليوم القانون قانون ضمان الصحي لإمارة دبي القانون رقم 11 لسنة 2013 صادر من صاحب اسمه وشيخ محمد براشد المكتوم ضمن للمقيم في إمارة دبي سواء كان عامل سواء كان خادم سواء كان موظف الحق القانوني في الحصول على الضمان الصحي وبالتالي هذا اليوم قانون وكذلك القانون هذا موجود في إمارة أوضبي من قبلها وبالنسبة للجهات التحادية كذلك في قانون قيد الإعداد فبالتالي رح يكون هذا على مستوى الإمارة إن شاء الله على مستوى الدولة دكتور أحمد محمد كان يتحدث عن فئة كبار السن فوق السبعين طبعا إحنا عارفين أن فئة كبار السن هي فئة حساسة في السابق كانت شركات التأمين تعطي أرقام كبيرة لتأمين كبار السن خصوصا من المقيمين لأنه كان اللي يشتري التأمين هو الشخص المريض وبالتالي بالنسبة لشركة التأمين كانت هاي فئة عالية الخطورة أنا عارف اليوم كبير السن اللي بيشتري التأمين من عندي هو مريض محتاج علاجة بيكلفني في السنة 40-50 ألف فأنا بحط للباقة بـ 40-50 ألف عشان أطلع من الموضوع هذا اليوم أصبح الالتزام القانوني بأن التأمين الصحي يوفر لجميع فئة كبار السن وبالتالي ما نسميه الريسك بروفايل لفئة كبار السن ككل قلت بكثير عن السابق راح تكون إن شاء الله على باقات متوفرة من شركات التأمين العاملة في إمارة دبي لكبار السن تبدأ أسعارها من حوالي 2500 تتراوح من 2500 إلى 5000 درهم اللي هي باقة جدا جدا مناسبة لفئة العمرية لستين سنة فما فوق كذلك بالنسبة لأفراد أسرة المقيم في باقات راح تكون متوفرة من حوالي 600-650 درهم وطالع بتقدمها شركات التأمين العاملة في الإمارة وهذه الباقات كلها جدا منافسة وتوفر خدمات صحية جيدة بالنسبة للأفراد طيب دكتور أنا بمشي على السريع أنا أدري عنا وايد نقاط والوقت قاعد يمشي معنا بسرعة لكن بمشي على أسئلة المستمعين عن طريق الرسالة النصية فواحد من الأسئلة هل الباقات الأساسية تغطي أمراض مزمنة للسرطان؟ نعم تغطي الأمراض المزمنة الشي الوحيد في الباقة الأساسية أنه فيها فترة انتظار بالنسبة لأول حالة تأمين يعني أول ما يدخل الشخص للدولة ويؤمن لأول مرة فيها فترة انتظار لمدة 6 شهور بالنسبة لأمراض المزمنة بعد 6 شهور يتم تغطي الأمراض المزمنة وبعدين بعد تجديد كذلك يتم تغطي الأمراض المزمنة طبعا الهدف من هاي وهذا شيء متعارف عليه في عالم التأمين الصحي عملية أنه ما تبقى أشخاصيون فقط لغارض العلاج وأنه ما الشخص يكون مقيم بشكل فعلي في إمارة أتبي وبالتالي القانون يكفل له أضمان الصحي موضوع لغارض العلاج هذا موضوع مختلف تماما وإن شاء الله مخصص لحلقات قادمة من وين نشتري الباقة اللي يتكلم عنها الدكتور؟ نعم في عندنا سلام كالله 46 شركة تأمين مرخصة في إمارة أتبي لتقديم باقات الضمان الصحي في الإمارة من ضمنها في 9 شركات عندها اختصاص تقديم الباقة الأساسية وهي للفئة اللي هم رواتبهم أقل من 4000 درهم شهريا جميعها موجودة على الموقع الإلكتروني للضمان الصحي اللي هو اسعاد.ae isahd.ae وكذلك من خلال موقع الهيئة ممكن فيه لينك يوصلنا إلى الموقع هذا. جميعا دكتور أنا بمشي على أربع خمسة سلة تغريبا هما تغريبا أعتقد نفس الإجابة اللي عطيتها هل الباقات الأساسية ذكرناها هذه من أين نشتري الباقات تحت 100 موظف؟ السلام عليكم لدينا شركة مقاولات فيها عدد من العمالة كبير يفوق الألف عامل ما هي أفضل باقة وكم السعر؟ السلام عليكم رحمة الله بخصوص التأمين هل يوجد قائمة بشركات التأمين على موقع الهيئة؟ جاوب عليه الدكتور السلام عليكم إذا أنا مؤمن لدى شركتين مختلفتين فهل أقدر أستخدم بطاقتين تأمين لنفس العلاج في نفس الوقت إذا أحد البطاقات ما قدرت تغطي المبلغ بالكامل أنا أعتقد الدكتور حتى من خلال أسرة الجمهور نحن قاعدين نغطي واحد نقاط موجودة في القانون فبشكل عام خلنا نتكلم عن فئة الشركات اللي عندها عدد كبير من الموظفين وعدد قليل من الموظفين طبعاً بالنسبة للشركات اللي عندها عدد كبير من موظفين دايماً نحن ننصحهم أنه يحط له يبقى الباقة الأساسية يبقى أعلى من الباقة الأساسية يعمل مناقصه ما بين شركات التأمين ويقولهم أنا عندي مثلاً ألف موظف طبعاً هاي المال ألف موظف كان موعدهم في آخر 2014 فهذه الشركة تعتبر مخالفة هي نعم ما بعطيك رغمها وحطيك رغم دكتور والرد يعني البيانات موجودة لأننا نحاول بطريقة إيجابية نشجعهم والحين صدرت كذلك الغرامات وبالتالي راح ننتقل إلى مرحلة القرامات لأن أصبح إلزام علينا كذلك نفاذ الغرامات لكن عادة بالنسبة للشركات الكبيرة ممكن يطرح مناقصة ويشوف كل شركات التأمين ويأخذ أفضل العروض اللي تقدم لها السؤال المهم دكتور مبيني الأسئلة اللي يأتني هنا أنا أتكلم عن اللي يحمل بطاقتين تأمين هذا أنا أعتقد هو توجه سوف يكون في المستقبل الباقات المدفوعة من قبل الحكومة يعني الحكومة اليوم تغطي المواطن عند مجموعة مواطنين مؤمنين في عناية عند مجموعة مواطنين مؤمنين في سعادة بالنسبة للباقات اللي تغطيها الحكومة لا يجوز الدمج ما بين أكثر من برنامجة تأمين يعني يا يكون عندك سعادة يا يكون عندك عناية لأن هاي الباقات في النهاية كلها تدفع من الحكومة تطلع من جيب واحد لكن بالنسبة للباقات الخاصة يعني اليوم أنا مثلا شركتي صاحب العمل شرالي باقة تأمين من شركة ألف فلنفرض أنا بروح أشتري باقة من شركة تعطيني مزايا أعلى هذا اختيار خاص فيه اليوم ما القانون ما يقول لك أنه مش من حق تشتري زيادة لكن بالنسبة للباقات اللي تدفع جيمت الحكومة طبعا ما يصير فيه إزدواجية لكن دائما من حق الشخص أنه يشتري شيء نسميه توباب يعني توباب باقة تعطيك مزايا إضافية بالإضافة إلى الباقة الموجودة عندك حاليا تقدر تشتريها في سؤال مهم دكتور سلام عليكم إذا سوينا حق خدامة ضمان صحي وإذا شردت هل تحول الضمان للخدامة الثانية رديدة؟ من ناحية الالتزامات طبعا هاي متعلقة بالملف الهجرة وكل الالتزامات ممكن تحويلها حتى بالنسبة لصاحب العمل إذا كان عنده موظف أنها خدماته خلال فترة العمل التأمين يسمى بالبروريتد يعني يحسب لحسب عدد الأشهر مثل السيارة مثل السيارة يهتنابعتها ممكن التأمين بعد حوله ببطب تقدر تحوله تقدر تخليه تقدر تشي يعني فيه كثير من السهولة في المعاملات لأن معاملات التأمين الصحي في النهاية هي معاملات جميع مالية جميع الدكتور أنا يعني بعد أربع دقائق إذا فيه مداخلات حولوا لي عليهم طيب خلنا نتناول للحالات اللي موجودة أبرز الغرامات والمخالفات اللي فرضها هذا الغانون وممكن المستمعين حتى إذا فيه أسئلة تدور في بالهم ممكن واحد نتطرق لها من خلال هذه الأمثلة نعم الحقيقة بدأنا بالغرامات الموجودة على الشركات والأفراد فذكرنا غرامة تأخير توفير التأمين الصحي للكفيل كفيل للمكفول أو للموظف كذلك قيام صاحب العمل أو الكفيل بتحميل المستفيد جزء من تكلفة إشراكه في الضمان الصحي يعني أنا أشتري التأمين حق الخدامة وروح أخصمه مراتبة أو حق الموظف وروح غرامته كبيرة جدا لأنه مثل ما ذكرنا هذا حق يكفل القانون والمسؤولية هنا على صاحب العمل وبالتالي هاي كذلك مخالفة غرامة 10 ألاف درهم نقطة أخرى جدا مهمة سماح المستفيد للغير باستخدام بطاقة الضمان الصحي الخاصة به أو إساءة استخدامها بأي شكل من الأشكال أنا عندي بطاقة تأمين بعطيه حق أخوية بقول مثلا مسكين ما عنده تأمين هذا كذلك لأن حين كذلك التأمين بيكون مرتبط ببطاقة الهوية في كثير من الحالات راح يكون التأمين مرتبط ببطاقة الهوية فأنت في الحالة هاي هاي تعتبر تزوير في أوراق رسمية وغرامة يعاقب عليها القانون الجنائي بالإضافة إلى قانون الضمان الصحي في مخالفة 5000 درهم على الموضوع هذا كذلك قيام المستفيد بأي تصرف من شأنه الحصول على منافع صحية أو مكاسب مادية بطريقة غير مشروعة مثلا والله التأمين يكفل لي فلنفرض نظارة طبية أنا أتعامل مع محل نظارات وأعرف أقول لها يا خي أعطني نظارة شمسية والأمور طيبة يعني فهذا كذلك يعتبر تحايل على القانون وهي كذلك يعتبر تحايل لعقوبة جنائية من ناحية الجنائية أما بالنسبة لنا كجهة مسؤولة عن تطبيق الضمان الصحي كذلك لغرامة تصل إلى 5000 درهم في حالة التحايل على برنامج التأمين الصحي فذكرنا بعض الأمور التي تضمن حقوق المؤمن عليه وكذلك تضمن حقوق شركة التأمين في مجموعة أخرى من الغرامات على شركة التأمين على سبيل المثال عدم قيام شركة التأمين بسداد قيمة الخدمات الصحية المقدمة في الحالات الطارئة من منشأة صحية غير مدرجة لديها ضمن شبكة مقدمي الخدمات الصحية يعني شو هالكلام هذا؟ ممكن أنا عندي باقة صحية تغطيني في مستشفى ألف وباء وما تغطيني في المستشفى جيم صارت لي حالة طارئة والمستشفى جيم هذا أجرب مستشفى موجود لي خذتني الأسعاف إلى المستشفى جيم وتم علاجي في المستشفى جيم اللي هو مش مغطى في باقة طيانة التأمينية إذا امتنعت شركة التأمين عن تغطية العلاج هذا ودفع جيمة العلاج هذا تغرم شركة التأمين يعني اليوم القانون يضمن للمستفيد الوصول إلى الرعاية الصحية بأسرع وأفضل ووقت ممكن طيب دكتور من بين الأسئلة كانوا يسألون يعني أنتو تقولون الخدم اللي يسووا لهم تأمين أو العاملات أو المدبرات المنزليات يعني كان وحدة وحدة من المستمعات تسأل هل هن البشاكير يعني؟ يعني الجواب نعم نسحن المسمى يختلف عندنا؟ الحقيقة المسمى يشمل سلمك الله أي شخص تحت كفالتك بالنسبة للعمال المنزلية سواء كان خادمة مربية مزارع سائق جميع الأشخاص اللي يشتغلون في المنزل تحت كفالة صاحب المنزل هو مسؤول عن تأمينهم طيب سؤال أحمد سيف يقول ليش باقة الخدم ما تكون سنتين ليش سنة بس؟ عادة مع عملات التأمين الصحي كلها لمدة سنة وحدة في بعض الشركات التأمين ممكن تطلق باقات لأكثر من سنة أو مربوطة مثلا بنهاية عقد الخدم ما في مانع من ناحيتنا لكن هذا جرت العادة في التأمين الصحي إنه سنويا لأنه كذلك يتم مراجعة البريميومز أو اللي هي مبالغ التأمين يعني متوسط الباقة الأساسية في 2015 كانت تتراوح أفن الباقة الأساسية في 2015 من 625 درهم إلى 700 درهم طبعا نتيجة الكفاءة التشغيلية لمنظومة الضمان الصحي في إمارة البيت شركات التأمين ونزلت جيمة الباقة في 2016 وبدأت تتراوح أسعارها من 560 درهم إلى 650 درهم وبالتالي إذا كان الشخص أمن لمدة سنتين السنة اللي طافت كان بيدفع المبلغ الأعلى طيب دكتور أظن في أنه مداخلة؟ طيب قبل المداخلة دكتور خلنا نتحدث الآن عن موضوع مهم أنت تطرقت حقيقة في الإجابة يعني همية تطبيق قانون صحي بدبي يشمل الضمان الصحي لجميع اللي في دولة الإمارات في عملية الاستثمار وجذب الاستثمارات وتطوير القطاع الاجتماعي الاقتصادي الصحي في الدولة بشكل عام وفي إمارة دبي بالتحديد يعني بركز هنا على نقطتين رئيسيات النقطة الأولى لو تشوف جميع معاهدات حقوق الإنسان اللي وقعت الدولة أو الإمارة دائما حق العلاج هو من أوائل الأمور المتعلقة بحماية أفراد المجتمع وبالتالي عالميا في التحول ناحية ما يسمى بالـ Universal Health Coverage أو توفير الحق العلاج لجميع الأفراد فاليوم إمارة دبي رائدة في المجال هذا والحقيقة من خلال قانون وضمان الصحي أكدت حماية جميع الأفراد المقيمين في الإمارة بتوفير حق العلاج لهم الجزء الثاني بأخذ الدكتور معاك بس بخلني خلني أخذ هذه المداخلة عشان ما نطول على المستمع لو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إياها لا تفضل يا سيدي يعظيك بالصحة الله يعافي بدي أربع دقائق ترا الله يسلم أخلاص أنا مختصر أنا معكم بهند أحنا نتحت دائرة شبه حكومية يعني وتقريبا من مشتوى التأمين وإجراءات التأمين ما يعني ما طبقوا هذا النظام ففي يعني هل أنه نحنا نلجأ لحد أمثالكم يعني إن واحد يقولكم إن الطرح إنهم هذي الجهة ما ما وفروا تأمين للموظفين وكذا واضح ولا شو أنا ما أقدر ما أعرف شو كيف أنت في دبي ها دائرة في دبي ها دائرة في دبي ها دائرة خلاص واضح واضح فأنا أبا أشوف شو رايل دكتور ما نخبرك شو تسوي الحين بالضبط حتى ما نخبرك شو تسوي بالضبط واضح بوهند بس جيد جيد باك إذاك الله خير مشكور نحن نوقف استقبال المداخلات يا جماعة الخير عشان نخلص النقاط الموجودة عندنا دكتور قبل قبل أن نتطرق لموضوع بوهند خلنا نتكلم على الجزء الثاني على السريع الجزء الثاني اللي ذكرتها عملية تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي في إمارة دبي وجود التأمين الصحي في أي نظام صحي هو أكبر ضمان للمستثمر في القطاع الصحي اليوم استراتيجية إمارة دبي أن تقسيم تقديم الخدمات الصحية في إمارة دبي يكون حوالي 30% من الحكومة و70% من القطاع الخاص وبالتالي وجود آلية الضمان الصحي تضمن التمويل لمقدم الخدمة الصحية هو أكبر سبب يشجع على الاستثمار في القطاع الصحي في إمارة دبي سواء كانت مستشفيات راقية أو مستشفيات اقتصادية توفر كذلك لازم تكون خدمات عالية المستوى لكن بأسعار معقولة جميع المستثمرين في المنظومة الصحية الضمان الرئيسي لهم كذلك هو وجود التأمين الصحي ليدفع تكاليف العلاج للأفراد صحيح بوهند يتحدث عن دائرة ما طبقه هذا النظام القانون جدا واضح لو ترجع إلى قانون الضمان الصحي ينطبق على المواطن المقيم ينطبق على صاحب العمل الخاص والحكومي وبالتالي أي دائرة أو مؤسسة سواء كانت مملوكة للحكومة أو مملوكة للقطاع الخاص ملتزمة بقانون الضمان الصحي إذا كان الشخص مواطن في إمارة دبي تتوفر لمجموعة من البرامج إذا كان يعمل في الحكومة عند عناية وغيرها من البرامج الحكومية وإذا ما كان يعمل في الحكومة عند برنامج سعادة وبالتالي المواطنين 100% ضمان تقطيع موجود لهم جميل بالنسبة لمواطني مجلس التعاون يرجع إلى صاحب العمل يعني إذا هو يعمل في جهة حكومية توفر للجهة الحكومية التأمين إذا يعمل في جهة خاصة توفر للجهة الخاصة للتأمين كذلك بالنسبة للمقيم المقيم إذا يعمل في جهة حكومية توفر للتأمين إذا في جهة خاصة توفر للتأمين أي صاحب عمل حكومي أو غير ذلك لم يوفر التأمين الصحي لموظفي ممكن التواصل معنا وإحنا نتواصل معهم ونوضح لهم الالتزام القانوني على موضوع التواصل دكتور أخوي شو اسم شركة أمين أم ستمية درهم للعائلة دكتور خلنا نعطيهم أرقام التواصل وكيف ممكن يطلعون مرة ثانية على الشركات اللي توفر هذه الباقات بنعطيهم سلام كلا أرقام التواصل بنعطيهم الموقع الإلكتروني عندي ثلاثين ثانية دكتور تفضل نعم التواصل أسهل شيء عن طريق ما يسمى بأي بروميس اللي هو بوابة خدمة المتعاملين بالضمان الصحي ممكن بس تدخل على جوجل سيرج وتحط IPROMES وهذا بيدخلك على طول على بوابة الضمان الصحي في إمارة البي ممكن تحط أي استفسارات أي أسئلة من جاوب عليها من خلال النظام الإلكتروني كذلك التواصل من خلال الرقم العام للهيئة طبعاً اللي هو 800DHA من جاوب من خلاله على كذلك السفسارات وعندنا بوابة الضمان الصحي في إمارة البي اللي هي اسعاد.ae isahd.ae اللي هو insurance system for advancing health care in Dubai اسعاد isahd.ae فيها كثير من المعلومات المطلوبة للتعامل من ضمان الصحي ومن ضمنها أسماء الشركات المرخصة للباقة الأساسية والشركات المرخصة للترخيص العام جميل دكتور الحلقة سريع جداً ما انتبهت أن الوقت خلص في مجموعة أسئلة على المسيجات اللي يأتنا كلها مناخذة إن شاء الله مرد عليكم تحت الهواء أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي إن شاء الله منحط كل هذه المعلومات دكتور وأيضاً أهم القوانين اللي بتعطونا عليها highlight ممكن نحطها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة في هيئة الصحة بدبي اللي هي DHA underscore دبي.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي. لكننا نتوجه بشكر جزي للدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي ويسمح لنا عادة من حاولنا الصديفة بعد مرة ثانية لأن ما غطينا كل المواضية دكتور وايد وايد مواضية عندنا 56 بنت في الغرامات لا 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 ما نتطرق لها إن شاء الله في حلقات قادمة نوعدكم بهذا الشيء وسامحونا عادة الكنترول نحن طولنا عليكم لكن كل الشكر لمخرجنا خالد محمد التنسيق كانت معنا أشواق مسعد والشكر لفريق الإعداد في قسم الإعلام في هيئة الصحة بدبي وهذه تحياتي محمود يوسف وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة بكل الإعلانات إحنا كأطباء أسنان ننصحكم بمعجون أسنان يكون غني بالفلورايد وهذا أمر أساسي لصحة أسنانكم لأنه حول العالم تسوس الأسنان بيصيب 60% لـ 90% من طلاب المدارس وحضر حالك لهالمفاجأة يا سعيد تقريباً 100% من البالغين عندهم تسوس بأسنانهم وصحة الفم ما بتقتصر بس على اهتمام بالأسنان لازم تهتم بلستك كمان لأنه مثل الأعمدة اللي بيقوم عليها أساس البيت والتهاب اللسة بيصيب 90% من البشر يعني هو أكتر الأمراض انتشاراً بالعالم بينما التهاب اللسة الحاد بيصيب 20% من متوسطي العمر لدرجة أنه بعمر 65 سنة في 30% من البشر بيصيروا بدون أسنان وإذا بدك تحافظ على أسنانك يا سعيد لازم تتبع نظام غذائي متوازن وتبعد عن السكريات قدر الإمكان واهتم يومياً بنظافة الفم والأسنان والعملية ما بتأخذ من وقتك غير خمس دقائق ووقف التدخين لأنه بيسبب التهاب اللثة وسلطان الفم وبالنهاية الفم هو مدخل الجسم وأكيد ما حدا بيحب يصير بدون أسنان وعساكم دوم صحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي